تواصل مبادرة أنت الحياة تقديم خدماتها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمدة ستة أيام بمركز أطفيح بمحافظة الديزة تأدف المبادرة لتنمية الإنسان من خلال توفير قوافل الطبية وخدمات أساسية ومحو الأمية وورش تعليمية وتفقيفية وفنية لكل فئات المجتمع تركز الورش التفقيفية والتعليمية بشكل أساسي على التوعية بالسلوكيات الاجتماعية فضلا عن تقديم إرشادات تخص تنمية الأسرة بشكل عام مراحل متعددة ضمن خطة كاملة تنتهجها مؤسسة حياة كريمة تهدف لتنمية الأسرة المصرية عن طريق مبادرات مجتمعية متنوعة ومنها مبادرة أنت الحياة التي توفر قوافل طبية وخدمات أساسية ومحوى للأمية وورش تعليمية وتفقيفية وفنية في مختلف محافظات الجمهورية بنقدم مهرجان أنت الحياة أنت الحياة هو مهرجان فيه أنشطة كثيرة جدا بنبدأ بقافلة طبية على مدار ستة أيام بنقدمها لأهدينة الكشفة لألاجب المجان عندنا كمان الصحة النفسية لها دور معانا من خلال مبادرة اتكلمها نسمعك وده اللي بتقدمها مؤسسة حياة كريمة لأهدينة في الكدية إحنا هنا بنتكلم الأول عن الأضايا المتعلقة بالوعي المرأة محمدا ولكن إحنا النهاردة كنا متخصصين إزاي نعرف هما وصلهم التفكير بتاع الزواج المبكر أو تحت السن إزاي وهم قد إيه وصلين عارفين أدراره وإيجابياته إزاي وإزاي أن إحنا نقدر نغير عندهم تفكير إيجابي وإزاي ياخدوا قرار أنهما يكونوا عندهم وعي وثقافة المبادرة في مرحلتها الحالية تقدم خدماتها في مركز أطفيح بمحافظة الجيزة وتشمل ورشا تثقيفية وتعليمية تركز بشكل أساسي على التوعية بالسلوكيات الاجتماعية والإرشادات الصحية والقوافل الطبية نقوم بعمل امتحانات فورية لمن يجد الكراءة والكتابة من المواطنين الموجودين واللي بيمتحن وينجح إن شاء الله هياخد شهادة عاوز يستمر في التعليم بنساعده بنفتح لهم برضو فصول الإعدادي وهو بياخدها عشان يقدر يقدم بها على وظيفة يشتغل بها يستمر بها في التعليم نستغل التعاون مع حياة كريمة علشان نقدم لهم التعوعية بمخاطر الإدمان مش معنى أن هم أطفال أن هم غير معرضين بالعكس نحن عايزين نبدأ من السن الصغير عشان نحافظ عليهم لما يكبروا جميع أهالي مركز أطفيح بتستفاد منه من جميع الخدمات تزيد ديون فيه كشفات فيه توعية للطفل مبادرة أنت الحياة تستمر في هذه المرحلة لمدة ستة أيام بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة وتهدف في الأساس لتقديم التوعية لمختلف الفئات من المرأة والشباب والأطفال وكبار السن ترجمة نانسي قنقر